السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب الحلوين عاملين ايه يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال هنعمل النهاردة ان شاء الله نوع من انواع البسكوتات هنعمل بسكوت الطمر حلو جدا وصفة مظبوطة ماشاء الله كمان مقدرها سهلة وبسيطة هنعمل من كباتين دقيقة بس هنطلع 30 قطعة من بسكوت الطمر زي ما احنا شايفين جامل جدا ومغزي كمان لأولادنا يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو بتنسوش اللايك حبايا بقلبي ويلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتنا ازاي بسم الله في بولا عندي نص كباية من السكر البدرة هضيف عليهم نص كباية من السمنة السمنة تكون بدرجة حرارة المطبخ تمام بالشكل ده ممكن كمان لو حابينه اقتصادي اكتر ممكن تستخدمه بدال السمنة زيت بعد ما ضربتهم مع بعض كويس جدا كده السمنة والسكر ضيفت عليهم كده اتنين بيضة بدرجة حرارة المطبخ وكمان كيس فانيليا ولو عنديك روح برتقان او تانجة او فانيليا بالبرتقان ضيفي عليها شوية هتدي طعم حلو جدا وريحة قلبتهم كده مع بعض كويس لغاية الخليط كله ممتزج مع بعضه بعدين نزلت عندي بكوبايتين من الدقيق منخلين وعليهم ثلاث معالق كبار من اللبن البودرة ونص معلقة صغيرة من البيكنج بودرة هقلب كده العجينة بقى مع بعض كويس جدا كده هلم العجينة كده بقدية هلمها بس ما نعجنش فيها عشان العجينة معايا ما تكونش هرق يعني بشربها بس ادي بالشكل ده بعد ما بلمها كويس بتكون عندي العجينة نعمة وطرية بالشكل ده شايفين ما بتعملش اي شقوق لو ضغطت عليها ما بتشققش ولا اي حاجة طبعا انا هشتغل في العجينة على طول بس الاول شدتها على الجنب على ما افرد العجوة عندي هنا دي عجوة مفرومة انا كنت شاريها كده نوع عجوة مفرومة وبدأت كده سيحتها على النار بشوية كده من السمنة ورشيت عليها كده معلقة من السمسم ولو بتحبي نكهة الارفة ضيفي نص معلقة صغيرة من الارفة بدأت كده ان انا على كيس بلاستيك وان انا افردها كده بالشكل ده عملتها كده على حجم قطعة البسكوت اللي انا هفردها تمام اخدت كده قطعة العجينة كلها عجينة البسكوت اللي انا عملتها وبدأت كده حطيتها على المفرش السيليكون وبعدين حطيت عليها كيسة كده او كيس التلاجة فتحتها وبعدين بدأت افردها كده براحة خالص بالشكل ده بس انا طبعا مصرعة الفيديو فبنراعي ان احنا بنفردها براحة عشان ما تقطعش منك وكمان نخلي بالنا السمك يكون مزبوط يعني تكون سمك العجينة قد بعضها هسويها بقى كده بالشكل ده على شكل كده مستطيل وجبت هنا قطعة العجوة اللي انا فردتها سويتها برضو على قد كده اه حجم البسكوتة لاني طبعا لسه هطبق هعمل طبقة تانية عليها بالشكل ده شايفين سويتها وبعدين حطيت طبقة البسكوت باستخدام طبعا المفرش السيليكون قلبتها بكل سهولة ممكن لو ما عنديكش مفرش سيليكون تستخدمي كيس تلاجة هتخطي كيس من تحت وكيس من فوق ما فيش اي مشكلة بدأت كده ان انا بقى اضغط على العجينة شوية كده آآ علشان آآ العجينة تتمسك في طبقة البسكوت واسوي بقى الاطراف كده آآ قطع الزوايت اللي هي الاطراف اللي كانت فضية مفهاش حشوة العجوة بالشكل ده طبعا العجينة دي هنستخدمها تاني بس انا كده بسويها عشان يبقى شكلها حلو من كل الجناب بعد ما سويتها بقى بالشكل ده بدأت كده ان انا ادهن الوش بالحليب او ممكن تدهنيه بمية بس لو حب انا بدهن بس الوش كده باي حاجة علشان لما ارش السمسم السمسم يمسك في آآ في البسكوت بتاعي تمام وبدأت كده ارش سمسم ولو مش حابة تضيفي تعمل الخطوة دي آآ السمسم على الوش ما فيش مشكلة ممكن تشكل البسكوت بتاعك باستخدام شوكة او اي حاجة واستغني عن السمسم حابة اضيفي السمسم براحتك زي ما تحبي بدأت بقى كده رشية السمسم وبدأت ان انا اقطع كده البسكوت احجام كده احاول على بقدر الامكان ان انا اخلي قطع البسكوت قد بعضها بالشكل ده شايفين ما شاء الله حلوي جدا بتقطع معانا بكل سهولة ونحاول نعمل البسكوتة تكون يعني قطعة صغيرة كده بتكون اجمل ما شاء الله عشان طبعا ما تنسوش ان احنا حطين بيكنج بودرة فالبسكوتة يعني هتنفش حاجة بسيطة يعني مش كتير هزيت حجمها حاجة بسيطة خالص شايفين ما شاء الله بقى الشكل والجمال حلوة جدا ما شاء الله هبدأ بقى كده ان انا ارصها في الصاج بتاع الفرن بتاعي بدون ما دهنوا زيت ولا اي حاجة تمام لان طبعا البسكوت في مادة دهنية كافية في الفوقت ده هكون كده مش هغلق الفرن على درجة 180 هحمي الفرن قبلها وبعدين هدخل البسكوت بتاعي في الرف التحتاني ولو احتاجت اشغله الشواية هشغله الشواية حاجة بسيطة كده عشان انا حابها ياخد لون اه يعني دهب كده اه فاتح من فوق ومن تحت شايفين التسوية مظبوطة جدا جدا. ما شاء الله حلوة جدا. ده طبعا بعد ما سبته يبرد تماما بدأت كده ان انا بقى اصور بلكم. ونشوف مع بعض الكمية شايفين ما شاء الله لو تفتكروا ان احنا عملنا كبايتين دي ايه بس عملو لنا كمية حلوة جدا يعني حوالي تلاتين قطعة من البسكوت. جميل جدا وناعم وبيضوب مع كبايت شاي بقى كده وبالفة هنا. ده كان فيديو النهاردة لو عجبكم متنسوش اللايك. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات كدير جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.